يأم الشيخ حجيميا المصلين في أحد أقدم مساجد العاصمة الجزائرية منذ أكثر من عشرين سنة بخطاب معتدل استقطب أبناء حيه بل رشحه ليكون محل إجماع بين أئمة الجزائر ونقيبهم بفضل خطابه الجامع المتزن الجميع وفق رؤية شبه موحدة يتعاون فيها الجميع لمصلحة الجزائر أول وآخرة لأنه نحن أدرى بواقع الناس من غيرنا وأحرص الناس أن يسود المسجد الأمان والاطمئنان والراحة وأن يجد كل فرد مسلم عندما يدخل المسجد يجد أن هذا إمام بمواصفات عامة شاملة ينتفع منها المجتمع ولا يكون منحاز لطرف دون طرف أو لحزب دون آخر وزارة شؤون الدينية الجزائرية من جهتها تحاول الاستجابة لمتطلبات إصلاح قطاع الأئمة والخطاب الديني في البلاد تمشيا مع تحولات المجتمع والرهانات العالمية في ظل انتشار التطرف وذلك من خلال استحداث منظومة تكوينية جديدة للأئمة والخطباء وفق مرجعية موحدة لا بد من إيجاد طرق وميكانيزمات وأسلوب حضاري تعتني به الدول على أن يكون المستوى أرفع وبين مرحب ومنتقد للمشروع الجديد يتفق جميع الفاعلين في القطاع الشؤون الدينية على تأخذ مثل هذه المبادرات في ظل المشاكل التي تلغم القطاع داعينا إلى حلول حقيقية وشاملة الآن تكوين الإمام في المساجد تكوينا تقليديا ولا يتلاءم مع طبيعة النمو الاجتماعي فالخطاب الآن عندنا الشعب الجزائري طبيعته أو أغلبه شباب أغلبه ذوي مستمعيات علمية لبأس بها فمن الطبيعي ومن اللازم وما ينبغي أن يكون الحقيقة هو أن هذه الشريحة تتلقى خطابا يليق بمستوها فأستاذ جامعي لا يمكن أن أخطبه بتكوين الزاوية بسيط ولو كان يحفظ القرآن أو يحفظ المتون الشرعية وفي انتظار أن تجمل مبادرة التكوين الجديد للأئمة جميع الخطباء بما فيهم طلبة الزاوية يتابع الجزائريون ما يحدث في دول الجوار من توتر بكثير من الحذر ترجمة نانسي قنقر